أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رذوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كوتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يذروا له شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حذا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشترأوا الكفر بالإيمان لن يذروا له شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على من أنتم عليه أتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم هجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من قبله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا سنتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ذعب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرباني وتأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كوتم صادقين فإن يكذبوك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفسهم ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فما زح سيا عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلعن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبدوا وتتقوا فإن ذلك فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميطا فالذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبضوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرعون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فغنا عذاب النار ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينآمنوا بربكم فآمنا ربنا فوفلنا ظنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تهزنا يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم يا ذكر أو أوثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من أديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد مطاع قليل وثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات وتذي من تعطيل نار خالدين فيها نزلا من عياد الله وما عياد الله خير للأبرار وإن من آل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أوزل إليكم وما أوزل إليهم خاشرين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم جرهم عياد ربهم إن الله صريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء مدنية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتموا ألا تقصتوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابطلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فطيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكن فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ذعابا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سغيرا يسيكم الله فيه أولادكم للذكر مثل حد الأنصيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهن نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدوس مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوته فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أسواتكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يطوصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدوس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها نار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا واصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان طوابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني طبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكما ترثني ساكرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بضاحشة مبينة وعاشلوهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداؤن قنطانا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بوتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثافا غليظا ولا تنكعوا ما نكه آباؤكم من النساء إلا ما قد صلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخوة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين بين الأختين إلا ما قد صلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم